نبقى أميرة يعني ماشي احنا بندفع عن حق الأم في الولاية المالية وفي حقها كمان انها تنفق من ما تركه الزوج وبنفق فيها لكن في وجهة نظر تانية بنقول انه قد يكون هناك من النساء من يبددنا بالفعل أموال القصر يعني احنا ما نعتقدش انه كل الستات هيلين يعني انا طبعا مش مختنعة بوجهة النظر ولكن هناك وجهة نظر تانية بتقول لك ممكن انه يبقى فيه ست مش كويس ممكن فيه ست تقرر انها تاخد الفلوس دي تاني بقى اي حق مشروع ويطلع فاشل مثلا يعني بتردي على ده تقولي لا هو انا طول الوقت بقى بسمع ده غير بقى انها هتطلع فاشلة وهتضيع الفلوس احنا وصلنا لمرحلة انها مش هتقدر يعني التبرير دايما هي ليه الولاية او الوصاية لازم تبقى مع الجد او الاب او اي عاصب من الناحية التانية باعتبار ان الست غير قادرة على ادارة الاموال اي اصلا مفترض فيها انها مش تقدر تدير طبعا احنا مش كلنا ملايكة واذا كانت اذا كان فيه ستات ممكن تفشل ففي رجالة ممكن تفشل فهي فكرة حصر الفشل وحصر الاتهام دايما على انها هي بس اللي هي غير قادرة احنا عندنا يعني لسه الصبح كان فيه تصريح للمجلس القومي الامام والطفولة بيقول ان فيه ما يقرب من عشرين ست معايلة بتعقول اسرة كاملة 20 مليون 20 مليون فاحنا بنتكلم اذا كانت بتعقول اسرة كاملة بما فيها اذا كان موجود الزوج وعنده مرض فهي غير قادرة فاحنا بنتكلم النهاردة على انها غير قادرة على ادارة هذه الاموال وهتضيعها والحقيقة انه هذه الاتهامات في 23 احنا بنتكلم على قانون بقاله 75 سنة قانون بقاله 75 سنة اكيد احنا محتاجين نعيد النظر في اجراءاته ونعيد النظر في النصوص الخاصة به انا مش همشي النهاردة بعد 75 سنة على اجتهادات انا ما عنديش نص صريح بيقول ان المرأة او الام لا تستطيع او مش مفروض انها تملك او انها تدير اموال اولادها ما عنديش نص صريح بدا قبل ما نتكلم مع دكتورة مايا مورسي اميرة استاذ اميرة عايزة عايزة فكر بالمقلوب اريح الناس ايوا بالظبط يعني ايه ستة هتبدد الفلوس ستة هتتجوز وتسر الفلوس اليتامة على الراجل الستة هتعمل مشروع ويفشل مثلا وارد لكن وارد جدا انه الستات تنجح وتحافظ على اموال القصة انا باقترح بشكل محدد ثلاث نقطهم تفضل واحد الولاية تنتقل من الاب يعني اول وفاة الاب الاب تنتقل الوصاية للام مباشرة لا جد ولا عم ولا غيره ليه لان الام هي اللي بتربي وبتصرف وهي اللي عارفة جوزها كان عايشش ذاي ومعايش ولاده ذاي اتنين اطلع علاقة الام واولادها القصر من نصوص القانون المتعلقة بالولاية على المال او النيابة الحاسبية الاصل اني اصرف والاصل ان انا حفزت على اموال القصر واذا اخطأت زي اي حد يعني الاصل ان كلنا ابرياء واللي يسرق حيتقدم للمحاكمة الاصل ان كلنا ابرياء واللي حيقتل حيتقدم للمحاكمة المرأة مع الام مع اولادها القصر تعامل بهذه الطريقة الاصل انها هتراعي مصالح القصر وحتصرف بما يرضي الله مين بيرائب عليها النيابة يا فندم اه اي حد هتقدم ببلغ للنيابة زي ما انا كده اقدم بلغ اقول عربيتي تسرقت وانا بتهم داري يعني هي تصرف وتتحاسب ولا تصرف لا هي تصرف من غير ما فيش نيابة حسبية ما فيش حد يقضي حسبها بقى شهر بشهر انما اذا حد اعتبر ان عنده دليل عنده مشكلة ودليل اه عنده دليل ان الام بددت اموال القصر يتفضل مشكورا يروح يقدم بلغ للنيابة العادية والنيابة تحقق في الواقع ده تاني شيء نقل الولاية فورا للام في حالة وفاة الاب لجد والعم اتنين اخراج علاقة الام واولادها القصر من قانون الولاية على المال والنيابة الحسبية تلاتة الاصل ان الام زي كل المواطنين المتهم بريء حتى تثبت ادانته محدش بيفترض انه هيبقى مجرم في حبسه احتياطي الاصل انها بتصرف وبتحفظ على اموال القصر وما بتبددهاش وبترعى مصالحهم اذا حد عنده دليل انها فعلت غير هذا يتفضل يقدم بلغ للنيابة والنيابة تحقق وتحبسها بس كده دكتورة مايا مرسي رئيس مجلس قومي للمرأة مساء الخير كل سنة انت طيبة وهذه قضية اخرى تتناولها الدراما والحياة بتفتح قضايا ملايين حنان وملايين النساء الارامل اللي بينقشوا قضايا او بيتعرضوا لمشكلات الوصاية ومشكلات المجلس الحزبي شايفا ان ده ممكن يتحقق ازاي التغيير ده ممكن يحصل ازاي دكتورة مايا طيب لحد ما ترجع لنا دكتورة مايا تاني انا عايزة ارجع تاني للسيدات يعني هودا الوضع عندك ايه دلوقتي الوضع عندي ان انا انا اشتغلت اوكي بس انا بجيب الضروري جدا عارفة زي ما يكون بازل ده انا هعمل ده دلوقتي وده هأجله بعدين معلش يا مصطفى الوضع عندي ان انا مش عارفة ازبتحق الولد انا عايشة في الشقة دي مهددة الولد اما يتم 15 سنة انا هطلع انا هو برا هعيش فين بعد كده الوضع عندي صعب غير ان الولد اتحرم من ابوه دي صعبة جدا هنا بقى المشكلة ايه في جده بسي هودا مشكلتها معقدة اوسع كتير جدا هودا عايزة بتقول ان الجد لما جزها توفى مفروض لما ابويا توفى ابنها يورس فهي بتقول بددوا نعلوا صروة الجد للعام فابني ما بقاش يورس طب فرحة النيابة الحاسبية قالولها لا املناش دعوة لان دي مش مال القاصر روح يرفعي قضية هودا بتتكلم عن شيء طبا هي ما خدتش مال القاصر ايضا ايه لا ما هي ما خدتش لكن في النهاية هي بتطالب بنصيب ابنها في ميراس مفترض لسه لم يثبت ان ابنها ليه في حق اشتركوا في القناة